بثت قناة خبر تركية لقطات لكاميرا مراقبة يظهر فيها رجال ينقلونها كياسا قالت أنها تحتوي جثة الصحافية السعودي جمال خاشقجي مقطع بعد قتله في قنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول أكتوبر الماضي وتظهر اللقطات ثلاثة رجال ينقلون خمسة حقائب وكيسين كبيرين قاتمين إلى داخل مقر إقامة القنصل السعودي غير البعيد عن القنصلية وأكدت القناة نقلا عن مصادر تركية أن أشلاء جثات خاشقجي موجودة في الكيسين والحقائب تسريبات جديدة تكشف عنها وسائل إعلام تركية تسريبات ما انتخبوا جريمة مقتل جمال خاشقجي حتى توقظها من جديد صور جديدة تظهر نقل خمسة حقائب سفر من القنصلية إلى مبنى إقامة القنصل برفقة متزعيم فريق الاغتيال عبد العزيز المطرب فريق التحقيقات الصحفية في صحيفة صباح يتحدث عن تسجيل صوتي جديد لطبيب التشريح صلاح طبيقي برفقة فريق الاغتيال بمكتب القنصل قبل وصول خاشقجي إلى القنصلية بأربعين دقيقة تقريبا حيث يخبر لطبيق شركاءه في الجريمة أنه لأول مرة يقطع جسدا على الأرض وقد يتطلب ذلك وقتا أكثر من اللازم كما لو كان تقطيعها على طاولة مخصصة تفاصيل أخرى ضمن التسريبات تتعلق بكيفية تغليف أجزاء الجثة وتوزيعها على حقائب السفر التسريبات الجديدة تعيد الحديث مرة أخرى عن وجود خطة معدة مسبقا لقتل جمال وطريقة التخلص من جسده بواسطة أحماض كيميائية وهذا من شأنه أن ينسف الروايات السعودية مجددا ويضيق من حصار الحقيقة المرة على الرياض مرة أخرى من شأن التسريبات الأخيرة أن تنقل القضية إلى مرحلة قضائية جديدة وربما إلى أرويقة المحاكم الدولية مثل ما تدعو إليه أنقرة وخاصة إذا صحت الأخبار التي تتحدث عن عدم توقيف الرياض للمشتبه بهم وعدم تجريمهم بشكل فعلي أحمد غنام التلفزيون العربي من أمام القنصرية السعودية إسطنبول للمزيد ينضم لنا من إسطنبول إسماعيل كاية الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك سيد كاية أيضا صور جديدة من تحقيق تلفزيوني لقناة خبر أيضا تسريبات صوتية حصلت عليها صحيفة الصباح هل هذه الصور وهذه التسريبات الجديدة يمكن أن تساهم في حل لغز مقتل جمال خاشق جلس يمو أن التحقيقات حتى اللحظة لم تتوصل إلى مكان وجود جثته يعني كل التحقيقات الأخيرة ومحاولة الوصول لمعلومات تتعلق بدرجة أساسية بالسؤال الأساسي المتعلق بالجثمان أين مصير الجثمان اليوم نحن أمام معطيات شبه أكيدة موجودة بالسوار وتسجيلات الصوتية هناك معطى أول يقول أن الطبيب التشريح الطبيقي طلب من أعضاء الفريق قبل أن يدخل خاشقج إلى المبنى القنصلية أن يقوموا بوضع قطع الجثمان بالشنط المعطى الآخر أن الشنط ظهرت وهي تدخل منزل القنصل منزل القنصل ومقر إقامة القنصل في إسطنبول القريب من القنصلية المعطى الثالث والأهم أن ليس هناك أي تسجيل فيديو وكاميرات المراقبة تحيط بالمكان من كل الأماكن تحيط في منزل القنصل لا يوجد أي تسجيل يثبت خروج هذه الشنط أو أي شيء يوحي أو وسيلة توحي أن قطع الجثمان التي أدخلت بهذه الشنط تخرج من المبنى وبالتالي يدور الحديث اليوم بشكل مركز أكثر عن منزل القنصل هناك معطى آخر يجري الحديث عنه أن على الرغم من الأنباء السابقة عن وجود تفتيش يتعلق في بئر في موجود في القنصلية وبئر آخر في منزل القنصل مصادر تركيا تتحدث اليوم أنه فعليا حتى اليوم لم تحصل الجهات السياسية التركية على إذن دبلوماسي من الجهات السعودية لتفتيش إذا رفض الإذن دبلوماسي من طرف القنصلية السعودية هل يمكن أن تنقل تركيا القضية إلى مرحلة قضائية أخرى ربما نقلها إلى المحكمة دولية تركيا هددت أكثر من مرة وقالت أنها ستقوم بتدوير القضية ولكنها لم تفعل هذا ما تعمل عليه تركيا بشكل عام في الآون الأخيرة كل التهديدات التركية تتعلق بهذا الأمر ولكن هناك معطيات أخرى تركيا تريد استكمال التحقيق من الجانب الجنائي ونقله للمحاكمة في المحاكمة الدولية استكمال التحقيق لا يتم إلا عبر الوصول إلى الجثمان أو أي آثار أو أي شيء يثبت طريقة إذابة الجثمان أو دفنه أو تقطيعه أو إخراجه خارج البلاد أعتقد أن هذا المعطى مهم جدا تحاول تركيا الوصول له قبيل لنقل الملف فعليا إلى محكمة الجنايات الدولية بالإضافة إلى أن تركيا لا تخفي أبدا من البداية أنها ما زالت تفضل التعاون السعودي المباشر والتعاون الثنائي في هذا الملف قبل نقله إلى المحاكمة الدولية نقطة ثالثة أيضا التركيا تعمل لتهيئة الأمر سياسيا وقانونيا حتى لا يتم نقله بشكل شكلي إلى روقة الأمم المتحدة حتى لا يكون ملف يتم المماطلة به لأشهر وربما سنوات بدون الوصول إلى النتائج ويتم قتل الموضوع بشكل أكبر شكرا جزيلا لك اسماعيل كاية الكاتب والمحلل السياسي